كذلك ينضم إلينا مريو دي جانيرو رئيس لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا باولو بينايرو السيد بينايرو مساء الخير كيف تعلق على الآثار الكارثية الناجمة عن الزلزال الذي ضرب كل من سوريا وتركيا في سوريا جاء الزلزال ليعمق احتياجات الناس في شمال غرب سوريا خصوصا طبعا الوضع كان كارثيا في الدولتين في تركيا وفي سوريا ولكن في سوريا الكارثة أكبر لأنها دولة عانت لمدة 12 عاما من الحرب والوضع هناك سيئ جدا والوضع في سوريا تهدمت العديد من البيانات من الأبنية وأنا أعتقد بأن الوضع في سوريا هو أسوأ بكثير مما هو عليه الأمر في تركيا وهذه هي النقطة التي يجب أن نتضامن جميعنا فيها مع الشعب السوري لا زال المعبر مغلق إلى الآن معبر باب الهوى وهو المعبر الوحيد الذي يتم السماح من خلاله بإدخال المساعدات هل تتابع سيد بانيرو إلى أن وصلت الجهود الأممية في موضوع فتح المعبر أمام إدخال المساعدات نحن في اليوم الثالث ولا أي استجابة للمنكوبين في شمال غرب سوريا نعم أنا أتابع هذا الأمر والفضيحة الأولى أن هناك فقط هذا المعبر المفتوح وهو معبر باب الهوى وهذا أمر مؤسف وغير كافي وفي هذه اللحظة وحسب معرفتي أن الطرقات سيئة وأن لا يدخل أي مساعدات إنسانية على الإطلاق وأيضا الدول الأعضاء لعليها مسؤولية لتفتح المعبر الوحيد وهو الطريقة الوحيدة لدخول المساعدات الإنسانية لسوريا بتقديرك ما أسباب إغلاق المعبر وفق طلاعيك على الملف أنا فقط حقيقة أتابع الأخبار وأعلم أن المعبر مغلق تماما ولكنني لا أستطيع الاستفادة حول هذا الموضوع أو أعطيكم أي تفاصيل حوله لأن ربما أقسام الإنسانية في الأمم المتحدة مثل أوتشاب بإمكانها أن تعطيكم تفاصيل أكثر لأنها تتعامل مع المساعدات الإنسانية ونحن وظيفتنا الأساسية هو أن نراقب الوضع وأن نطالب جميع الدول الأعضاء بأن تنخلط بشكل مباشر في سوريا وأنا لا أرى جهدا كبيرا بهذا الخصوص يبذل من قبل الدول الأعضاء ولا يقفون على مسؤولياتهم اللازمة التي يستدعيها الوضع في سوريا مع إغلاق مع استمرار إغلاق معبر باب الهوى في وجه الاستجابة ووجه أي مساعدات ما هي السبل البديلة؟ دعوت حضرتك لفتح عدد من المعابر لإدخال المساعدات هل يوجد أي خيارات أخرى؟ الخيارات الأخرى هي تحدث عبر الجهود الإنسانية وعبر المنظمات غير الحكومية ولكن هذا الأمر مختلف كثيرا لأن المبادرات الإنسانية هي مختلفة عن المبادرات الرسمية التي تدعمها الأمم المتحدة وأنا أعتقد كما علينا أن نقول الآن أنه من المهم جدا أن تتذكر الدول الأعضاء وأن وقف إطلاق النار هو الآن أهم من ذي قبل لأن وأيضا تم وضع مسألة المعبر بإطار سياسي أكثر من اللازم ورغم كل سنوات الحرب الماضية علينا الآن أن لا نسيس الحاجة للعمل الإنساني وبنفس الوقت على الشعب السوري أن يكون لديه القدرة للتعافي من هذه الخسارات المؤسفة التي تعرضوا لها دعت الأمم المتحدة اليوم للابتعاد عن السياسة في مسألة إيصال المساعدات هناك وصول كانت معنا المتحدثة باسم برنامج الإغذية العالمية تحدثت وأكدت لنا وصول مساعدات إلى المناطق المتضررة من الزلزال أو التي أصابتها هزات ارتدادية في مناطق تخضع لسيطرة النظام لكنها لم تؤكد فيما إذا وصلت المساعدات إلى شمال غرب سوريا برأيك كيف هي الأدوات التي ستسمح لنا أو ستسمح للأمم المتحدة بالتأكد من إيصال المساعدات إلى شمال غرب سوريا يعني هناك من يسأل من السوريين الكثيرون من يسألون عن هذا السؤال أنا واعي للإشارات الإيجابية التي يبديها الاتحاد الأوروبي وأن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي لا يجب عليها أن تكون عائقاً في وجه المساعدات الإنسانية وأعتقد بأن كل من فرض عقوبات سيكون لديه نفس المنهج لأن هذه هي لحظة يأس في حياة الشعب السوري ودول الأعضاء في المملك المتحدة عليهم ذلك الالتزام الإنساني ليستجيبوا له وعليهم أن يحترموا هذا الالتزام وأن يضعوا هذا الالتزام قيد التنفيذ وأنا أعتقد بأن كل الأمور تسير ببطء أنا لا أرى هذا أن المتطلبات يتم تلبيتها والوقوف عليها كما هو يلزم علينا أن نسهل هذه العوائق والصعوبات وأن المجلس الأمن هذه مسؤوليته الطبيعية أن يساعد وصول المساعدات الإنسانية لتحقق أهدافها في سوريا هل يمكن أن نشهد تحركاً في هذا السياق من قبل مجلس الأمن لإصال المساعدات إلى سوريا فيما لو لم تصل خلال اليومين المقبلين لأننا في اليوم الثالث دون أي استجابة كما تحدثنا بهذه اللحظة لم أرى أي تحرك من قبل مجلس الأمن ولكن أعتقد أنه من المهم أن نكمل ونستمر بطلبنا من جميع القوى السياسية في الأمم المتحدة أن تضغط لعدم النظر إلى النواحي السياسية من هذه الأزمة لأنه عندما يكون لدينا حرب يتم كثيراً تسييس الأمور الإنسانية إذن علينا أن نوقف تسييس المساعدات الإنسانية ليس فقط من طرف الحكومات وأيضاً من الجماعات الغير حكومية التي تسيطر على المنطقة مراقب نعم الآن ليس الوقت المناسب للسياسة بل هو الوقت المناسب للتضامن وللوقوف معاً لنتضامن مع الشعب السوري سواء في المناطق الحكومة أو المناطق التي يسيطر عليها قوات غير حكومية أو غير تابعة للنظام مراقبون يحذرون مما هو أسوأ في المستقبل القريب نتيجة الزلزال هناك حديث عن مئات الآلاف من النازحين الذين أصبحوا بلا مأوى الآن كيف ستكون تداعيات هذا الواقع بتقديرك؟ أنا أعتقد أن سوريا خلال الحرب كان فيها أعداد كبيرة من النازحين حوالي 6 ملايين شخص كنتيجة لمراحل الحرب المتعددة والمتتالية وفي شمال الغرب فقط لدينا حوالي مليوني نازح والآن بعد انهيار الوضع واتجاهه نحو الأسوأ وفي ظل ظروف الجوية القاسية في الشتاء فإن أعداد الوفيات ازدادت وحوالي 1200 شخص توفي هذه الاحصائيات من الحكومة وطبعاً ربما ستزداد هذه الأرقام في الأيام التالية وكل هذه الجوانب يجب أن تشكل ضغطاً على أولئك الذين هم مسؤولون عن الوجود الإنساني في سوريا وأن يعملوا بجد وبطريقة بناءه رسالة أخيرة قبل أن أختم معك لأسوريين في خضم هذه الكارثة إنه أمر طارئ أكثر من ذي قبل أن يكون لدينا وقف إطلاق نار شامل لا يمكننا أن ننتظر حدوث كارثة طبيعية أخرى زلزال آخر حتى نتحرك حتى تتحرك جميع الدول الأعضاء لإيقاف هذه الحرب والاتجاه نحو السلام أعتقد أن هذه الجهود يجب أن يتم دعمها الآن لأننا الآن قد تأخرنا كثيراً في مسألة تحقيق إيقاف إطلاق النار إيقاف إطلاق الآن هو أفضل تعبير لتضامن الكامل مع الشعب السوري شكراً جزيلاً لك رئيس لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا باولو بينايرو كنت معنا مريو دي جانيرو